وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استطلاح الأراضي في منطقة تشكا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير الدفاع وعدد من المسؤولين وفي لقاء آخر تسلم الرئيس السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي من رؤساء الأقاليم العالمية السبعة للأولمبياد الخاصة حيث أكد الرئيس أن الجائزة تعكس التقدير لجهود القاهرة المستمرة في تكسيد الرسالة الإنسانية تجاه داوي الهمم والاحتياجات الخاصة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص والتي أهدت السيد الرئيس جائزتها الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه سيادته من دعم لهم وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزة صباحاً بقصر الاتحادية من جانبه أكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكا بجنوب الوادي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرأي الحديثة ومحطات المياه والميكانة الزراعية موجها سيادته باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل